السلام عليكم مشاهدين كديري اللبس عليكم كديري مع الصحة كديري الوليدات كل شي بخير نتمنى هذا الفيديو نلقاكم في احسن الاحوال وفي احسن الظروف ان شاء الله يا رب اليوم ما رجعت معاكم في واحد الفيديو بغيت نحضر شوية دي الحسوة القمح مهرس بالحليب وقلت علش ما شاركوش مع المشاهدين ديالي عندي هنا يا رابعة ديال القمح مهرس مع الدين الحليب دابا غندوز ندير الماء فوق البوطة يغلى وغرجع معاكم دابا انا دلت الماء ديالي في الكوكوت ونخليه تيغلى وندير في شوية ديال الزيت لوسيور وشوية المليحة تابعوني الخوش دابا غنكوب هذا السرع هنا وشي رطب ونغسلوا نسيان مرحب تحيد من هذا الغبراء وكنت فيه شيء وشي رطب لتقتل الفوك ونقيتهم جيدة ونغسلوا ونمتعوا ونرتبوا جميع الماء لقد اضعوا الملحة من بعد مغنالي الماء هذا هو قدرت فيه مع القضية للزيت النباتية و قدرت فيه شوية الملحة الملحة على صف الدق هذا هو الزراع الذي قدرته وصلت ورطط هذا هو الزراع سمحوا لي البنات على البخار لكي يتلع ونخلش الشاشة تبين مزيان انا اغنبعد شوية فشيبين هو كي طيب وانا يكي نحرك هو كي طيب وانا يكي نحرك مرة مرة ونحرك ونضع السامر في التحرك و باش ما يلسقش ليه كوكوت خليه طيب مزيان هاد القمح زوين كي يجي وكي بغي بطياب كي بغي طيب مزيان يطيب على خاطره ونخليه طيب على خاطره ورجع معكم سمحوا ثم من بعد ما دارت ليا الحصوار. اهي يتفجز باطيبه مزيان ودعم علي الشاشة موسيقى موسيقى اغلي اغلي ونطفع الى البوطة انتمو من بعد مطاقبت لي الحسوى لديه انا قدمتها مع كم يزاعتر جزوين معها اشتركوا في القناة